أهلا بكم متابعين في كل مكان ألاف الألغاز الكونية حيارة العلماء هذه الألغاز هي فقعات فرمي التي تتناثر على جانبي مجرد ضرب التبانة والتي تم اكتشافها لأول مرة عام 2010 بوسط التيلسكو فرمي الفضائي لأشعة جاما هذه الفقعات عبارة عن انفجارات هائلة لغاز عالي الطاقة ينبعث من قلب مجرد ضرب التبانة ويمتد على جانبيها بطول نحو 50 ألف سنة ضوئية وتطفو هذه الهياكل الأرجوانية الغامضة أعلى وأسفل مركز المجرد وعلى الرغم من حجمها المذهل فإن الألية التي تشكلت بها ظلت لغزا غامضا لسنوات واستنتج العلماء أن هذه الفقعات المقسومة إلى مجموعتين ربما تكونت نتيجة نوع من الانفجارات من مركز المجرد والتقبل الأسود الهائل فيها ومع ذلك كان تحديد الألية التي تنتج بها أشعة جاما والأشعة السينية التي تخرج من داخل المجرد صعبا إلى حد ما بالنسبة للعلماء أما الآن باستخدام المحاكاة توصل الفيزيائي يوتاكا فوجيتا من جامعة في اليابان إلى تفسير يظهر أن الفقعات الكبيرة التي تصدر أشعة جاما نتجت عن رياح سريعة تهب خارج المجر وما يرتبط بها من صدمة عكسية وذهبت محاكاة بروفيسور فوجيتا إلى أن هذه الرياح المتدفقة بسرعة كبيرة من التقبل الأسود والتي ينتج عنها الفقعات الأرجوانية وأشعة جاما تضخ الطاقة اللازمة للغاز المحيط بمركز المجرد وهذا يعني أن فقعات فرمي هي عبارة عن تفاعل للرياح المتدفقة بشكل سريع من داخل المجرد والتي تهب بسرعة ألف كيلو متر في الثانية على مدى عشرة ملايين سنة ضوئية وينتج عنها أيضا الطاقة اللازمة للغاز المحيط بمركز المجرد وأشار الفريق العلمي إلى أن هذه الرياح ليست رياحا كتلك التي نشهدها على الأرض ولكنها طيارات من الجسيمات عالية الشحنة تسافر بسرعات عالية وتنتشر في الفضاء وأيضا عندما تنتقل هذه الرياح إلى الخارج وتتفاعل مع غاز الهالة المحيط للمجرد تحدث الصدمة وهو الأمر الذي ينتج الفقعات نتيجة للصدمة العكسية وتعمل موجات الصدمة العكسية هذه على تسخين المدى الموجودة داخل الفقعات ما يؤدي إلى توهجها وظهورها باللون الأرجواني وإنتاجها لأشعة جامع مستمرون في تغطية إخبارية على مدار الساعة على شاشة تلفزيون اليوم السابع والشكر من وصول لحضراتكم على طيب المتابع وإلى اللقاء في تغطية أخرى ترجمة نانسي قنقر